معطيات مثيرة وغير مسبوقة أظهرها استطلاع صحيفة معاريف الأسبوعي بعد أيام من إقرار إلغاء حجة المعقولية إذ كشف التقرير أن 49% من الإسرائيليين يتخوفون من وصول جيش الاحتلال إلى وضع عدام الكفاءة فيما قال 22% أنهم يدرسون الهجرة إلى الخارج وأربعة في المئة أكدوا أنهم بدأوا بخطوات فعلية نحو الهجرة من إسرائيل 58% أكدوا أنهم يتخوفون من حرب أهلية إسرائيلية ورأوا أنها سيناريو قريب وممكن بالنظر إلى حالة الغليان الداخلية ورفض الخدمة العسكرية بسبب خطط نتنياهو لإضعاف القضاء حيث أعرب 49% من الإسرائيليين عن تخوفهم من وصول الجيش الإسرائيلي إلى وضع عدام الكفاءة ورأى 36% أنه يجب وقف تشريعات الخطة القضائية وقال 29% أنه يجب أن تتقدم التشريعات من خلال الحوار فقط واعتبر 22% أن على حكومة نتنياهو دفع التشريعات قدما بشكل أحادي الجانب دون حاجة لحوار مع المعارضة وفيما يتعلق بقوة الأحزاب لو جارت انتخابات للكنيسة الآن فإن نتائج الاستطلاع الحالي مشابهة للاستطلاع السابق حيث سيتقهقر تمثيل أحزاب الاتلاف من 64 مقعدا في الكنيسة حاليا إلى 54 مقعدا بينما أحزاب المعارضة ستكون ممثلة ب66 مقعدا ولو جرت انتخابات الكنيسة الآن لجأت نتائجها كالتالي المعسكر الوطني 30 مقعدا ألكود 28 مقعدا يوجد مستقبل 16 مقعدا شاس 9 مقاعد يهود التورا 7 مقاعد قوى يهودية 5 مقاعد ميرتس 5 مقاعد الصهيونية الدينية 5 مقاعد إسرائيل بيتنا 5 مقاعد على سلسعة تلفزيون فلسطين